السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أرحب بكم من جديد إذن أصدقائي فيما يخص تصحيح بعض المفاهيم طيلة هذه السنوات لرني معكم حاولت نصحح قدر المستطاع وعملت مجهودي إن شاء الله باش الجميع يفهم فيما يخص مرامج تجهيز الطيور يعني لما أنا ولا أي مربي أو صاحب قناة يتكلم على برنامج تجهيز الطيور شوف الحاجة اللي لازم تفهمها أنه البرنامج هذا ولا الغذاء اللي أنا نقدمه للطيور والمحفزات سواء كانت طبيعية أو محفزات مصطنعة هذه ليست للتجهيز باش تفهموه مليح يا أصدقائي طائر الحسون قلنا قادر يجهز لك بالبراقة ولم كذلك باش يجهز طائر الحسون عنده شوروط لازم يكون ثابت بالقفص لازم يكون متعود على المحيط اللي رفيه لازم يكون بصحة جيدة يكون يحس بالأمان هذه كلها عوامل ليدخل الطائر تاك يجهز أما الأكل باش نقوّو الطائر من بعد اللي يجهز يعني كي يدخل بالجهوزية يكون هذا الطائر قوي باش تساعده على التزاوج ويقدر يلقح الأنثى بهذا بالنسبة للذاكر يعني يقدر يلقح الأنثى كل ما تقوم الأنثى بوضع التزاوج يقدر يلقح لك أنثتين وثلاثة وهذا أمر ملاح لك يعني الطائر تاك يدخل من بعد اللي يدخل بالجهوزية يدخل بقوة أما فيما يخص الجهوزية قدر تمدله البراقة ولما يجهز لك هذا الحسون لكن باش يكون قوي لازم تدلوه برنامج وتعاون هذا الحسون وتمدلوه ما تحرموش هذا الأمر يخص الظاكر وكذلك الأنثى الأنثى باش تقوم بوضع التزاوج باش تبني عنقود البيض لازم تعاونها بشوية كارسيوم قلنا تكلمنا الأسباب لتخلي الأنثى الحسون تبني عنقود البيض وتكلمنا على المصدر ليخلي هذا المصنع انتع عنقود البيض ينتج لنا البيض اللي هو الكارسيوم الأمور الأخرى البيتامينات وبروتينات هذوك لنقدموهم وكربوهيدرات هذوك باش يعاونوا الأنثى تكون مجهة دوت بيض وتحضن لأنه أثناء فترة الحضن الأنثى ما تنوش تاكل بزيب يعني هتكون قليلة الحاركة ما تنوش ملعش تاحا ما تكوش بزيب على الأقل بكل جسم تاحا فيه بعض المعادن وفيه معمر هذا ما كان لازم تفهمه يعني نشيت واحد كتب لي قال لي آخي سفراني قد درت البرنامج لك تدير عليه وما كان حتى حاجة لا حتى لو كان تبدلهم المحافزات إذا ما توفرش شروط الأمان والثبث في القبص والتعود على المحيط والصحة الجيدة والجو المناسب الماكلة والمحافزات هذه بتديرواله وانتاجه بمقنين سيده في سمانة أو عنده شهر ولا شهر يدل المحافزات يقولوا كندل وقع الهرمونية لا يوجد لك مدامه خايف مدامه محش بالآمن وفرو الشروط هذا وفرو الأكل وإن شاء الله تنشحوه بالإنتاج وشكرا ترجمة نانسي قنقر